ومعنا هاتفيا من بيروت الصحفي والكاتب السياسي علي الأمين مرحبا بك ماذا يعني إذن تصنيف وزارة العدل الأمريكية مليشة حزب الله جماعات إجرامية عابرة للحدود تحياتي لك ولمشاهدين الكرام حياك الله يعني كما تعلم أن خلسل التعقبات متبرج على حظ الله ليس جديدا نعم يعني وهذا ما نشهده بين شترة وأخرى بصدور بعض القرارات أو بعض القوانين وأخيرا كما أشارت إلى توصيص إدارة العدل وإلى القانون الذي وقعه اليوم الرئيس الأمريكي الترامب والذي أقرر في الكونغرس قبل أسابيع والذي يتيح في مضمونه برئيس الأمريكي والدار الأمريكي القضية التوصال اقتصاد الإشراءات من دون العودة إلى الكونغرس ولسيما في نقطة أساسية مهمة يعني يمكن وصف هذا القانون وفي تعديلاته الجديدة أنه موجه للمتعاونين مع حزب الله أكثر مما هو موجه لحزب الله لأنه كما نعلم أنه حزب الله مدرج على لوائح الإرهاب والعديد من مؤسساته مدرجة أيضا قضلا عن العديد من الشخصيات والرجال الأعمال وما إلى ذلك فبالتالي حزب الله بالأساس هو خاضر للعقوبات الجديد ما صدر هو التلويح للعقوبات إذا صح التعبير تجاه المتعاونين مع حزب الله وتحديدا المؤسسات الرسمية يعني هذه المرة أشار القانون إلى الهيئات الرسمية دول أو مؤسسات رسمية والمتابعة يقدر أن إلى حد ما المقصود الحكومة اللبنانية والحكومة السورية تعتبار أن أطر التعاون بين حزب الله والحكومة السورية واضح فيما حزب الله أصلا منخرج في الحكومة اللبنانية وهذا ما يطرخ مشاؤلات المرحلة المقبلة إذن ما تدعيت ذلك سيد علي الأمين ما تدعيت ذلك مصطلح جماعة جرامية عبر الحدود إذن تبعات ذلك مع حضور أفراد الحزب في سوريا واليمن وغيرها من النقاط الساخنة برأيي خصد متابعتي أن المقصود هذه المرة بالعقوبات والمتعاونين مع حزب الله وتحديدا القوى السياسية وجهات رسمية داخل الحكومة اللبنانية لكن في نفس الوقت يطرح السؤال يعني في حال نفذ هذا القانون بحذافيره هذا يعني برأيي إلى حد كبير أنه سيضع لبنان أمام تحدي أساسي بمعنى أنه لبنان إما أمام انهيار اقتصادي ومالي أو أن الحكومة اللبنانية أو السياسة الرسمية وأنه حزب الله موجودة في الحكومة يجب أن تأخذ أو أن تنطفل عن العلاقة مع حزب الله وهذا برأيي أمر من الصعب توقعه لكن أعتقد أن مخاطر هذا الأرار هو إما في الاستهانة بجهة أعتباره أنه غير قابل للتنفيذ بحسب ربما معتاد بعض المسؤولين اللبنانيين بأنه يمكن الالتفاق على هذه العقوبة بطريقة أو بأخرى وتحتى غراء حظ الأمن وحظ الاستقرار أو الحظ الأدنى من الاستقرار أو أنه مقابل هذه الاستهانة فهذا يتطلب حراك رسمي لبناني تعاملهم بجهة هذا في الداخل اللبناني خارجيا أيضا هل من الممكن أن نشهد إجماعا دوليا لمحاربة ميليشيا حزب الله وضرب مخازينها ومعسكراتها في تلك المناطق كما شهدنا ذلك على تنظيم الدولة وحتى قبلها تنظيم القاعدة أنا برأيي أن الواجهة المتحدة الأمريكية في سياستها التي تعتمده هذا الاتجاه 2 واتجاه حزب الله تحديدا وحتى على مستوى المنطقة نلاحظ تراجع المشاركة أو بمعنى تخوض العسكري المباشر لحساب نمط جديد من الضغوط هو النمط الضغط الاكتفادي والحساة إلى حد الاشتماع وأيضا في إطار ربما خلق النوع من المواجهة الداخلية سواء من قبل قوى محلية أو قوى الرسمية كما نلاحظ الأمر في أكثر من منطقة سواء على مستوى الطعاطم مع إيران اليوم يعني الطعاطم مع إيران اليوم لم يصل وليس واردا أن يصل إلى مواجهة عسكرية لكن هناك استخدام بوسائل أخرى بما يتعلق بحزب الله أعتقد أن القرار الأخير هو رسالة إلى اللبنانيين وإلى الدولة اللبنانية لأن كلفة وجود حزب الله طيغة الحالية الموجودة في لبنان ستكون عالية على لبنان وبالتالي على اللبنانيين أن يتحملوا المسؤولية اتجاه هذا الأمر لأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتحاون لا فيما انطلاقا من القانون الذي صدر وما يتضمنه الذي يحمل في طياطه مخاطر جدية على لبنان إذا لم يبادر المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ خطوات نوعية باتجاه الفصل بين حزب الله والدولة اللبنانية من بيروتا صحفي الكاتف السياسي علي الأمين شكرا جزيلا لك